عندما تمنح الحياة لشخص ما وتعطيه الأمل تكون قد صنعت سعادة ذلك الشخص ففي أحد المستشفيات كان هناك مريضان هرمان في قرفة واحدة كلاهما معه مرض عضال أحدهما كان مسموحا له بالجلوس في سريره لمدة ساعة يوميا بعد العصر وللحسن حظه فقد كان سريره بجانب النافذة الوحيدة في الغرفة أما الآخر فكان عليه أن يبقى مستلقيا على ظهره طوال الوقت كان المريضان يقضيان وقتهما في الكلام دون أن يرى أحدهما الآخر لأن كل منهما كان مستلقيا على ظهره ناظرا إلى السق كان الأول يجلس في سريره حسب أوامر الطبيب وينظر في النافذة ويصف لصاحبه العالم الخارجي وكان الآخر يستمع لوصف صاحبه للحياة في الخارج للحديقة والبحيرة الكبيرة والبط والأولاد الذين صنعوا زوارقا من مواد مختلفة وأخذوا يلعبون فيها داخل الماء وفي أحد الأيام وصف له عرضا عسكرية ورقم أنه لم يسمع عصف الفرق الموسيقية إلا أنه كان يراها بعيني عقله من خلال وصف صاحبه لها وضرت الأيام والأسابيع وكل منهما سعيد بصاحبه وفي أحد الأيام جاءت الممرضة صباحا لخدمتهما كالعادة فوجدت المريض الذي في جانب النافذة قد فضي نحبه خلال الليل ولم يعلم الآخر بوفاته إلا من خلال حديث الممرضة فحزن على صاحبه أشد الحزن وعندما وجد الفرصة المناسبة طلب من الممرضة أن تنقل سريره إلى جانب النافذة ولما حانت ساعة بعد العسل وتذكر الحديث الشيق حاول الجلوس ليعوض ما فاته في هذه الساعة وتحامل على نفسه وهو يتألم ورفع رأسه رويدا رويدا مستعينا بذراعه ثم اتكع على أحد مرفقيه وأدار وجهه ببطء شديد اتجاه النافذة لينظر للعالم الخارجي وهنا كانت المفاجأة لم يرى أمامه إلا جدار أصمت من جدار المستشفى فقد كانت النافذة على ساحة داخلية نادى الممرضة وسألها إن كانت هذه النافذة التي كان صاحبه ينظر من خلالها فأجابت إنها فيها فالقرف ليس فيها سوى نافذة واحدة ثم سألته عن سببتها الجبث فقص عليها حكايته مع صاحبه وتعجبت الممرضة وقالت له ولكن المتوفي كان أعمل ولم يكن يرى حتى هذا الجدار الأصمت ولعله أراد أن يجعل حياتك سعيدة حتى لا تصاب في اليأس فتتمنى الموت